بسم الله الرحمن الرحيم عقد مزلس الوزراء بتاريخ اليوم جلسته الرابعة لسنة 2023 وأصدر عدد من القرارات أولاً تكريم لاعبي المنتخب الوطني بكرة القدم والملاك الإداري والتدريبي وعضاء الوفد والحكام بقطعة أرض سكنية مجاناً بمساحة 200 متر مربع في العاصمة بغداد وذلك بعد تحقيقهم إنجازاً رياضياً كبيراً للعراق وإحرازهم بطولة كأس خليجي 25 بكرة القدم التي أقيمت في محافظة البصرة منح المذكورين الأعلى أي في فقرة أولاً جواز سفر دبلوماسي كما وافق مزلس الوزراء على منح 10 ملايين دينار لذوي المتوفين في حادثي التدافع في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 وحادث السير المروري على طريق ذيقار بصرة من المصارف الحكومية التابعة إلى وزارة المالية كما قرر مزلس الوزراء استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية لتثبيت المتعاقدين قبل 22 الأول 2019 على الملاك الدائم ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل كما وافق مزلس الوزراء على ما جاء بكتاب وزارة الصحة بالشأن منح الوزارة صلاحية توزيه دعوة مباشرة إلى شركة متخصصة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في استخدام التقنيات العلمية ونظم البرمجة الحديثة في الإدارة والحوكمة وإكمال إجراءات البطاقة الألكترونية للمشمولين بقانون الضمان الصحي استنادا إلى أحكام المادة 31 ثانيا من قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997 المعدل وبعد الإطلاع على واقع الشركات العامة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والخسائر المتحققة على مدى السنوات الماضية بموجب جداول الحسابات المرافقة ربط كتاب الوزارة تمت الموافقة على ما يأتي أولا دمج الشركات المثبتة في أدناه التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لتصبح بحسب الآتي دمت شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة الفاو الهندسية العامة ليكون اسمها شركة الفاو الهندسية العامة اثنين دمت شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية ليكون اسمها شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية ثلاثة دمت شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة حمرابي العامة للمقاولات الإنشائية ليكون اسمها شركة حمرابي العامة للمقاولات الإنشائية أربعة دمت شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة السعد العامة ليكون اسمها شركة سعد العامة للمقاولات الإنشائية والاستشارات الهندسية ثانياً تقول الحقوق والالتزامات كافة والأموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدمجة إلى الشركة الجديدة ثالثاً تتخذ الوزارة الإسكان والإعمار استكمال إجراءات قانونية بهذا الخصوص من إصدار شهادات التأسيس وبيان التأسيس والأنظمة الداخلية للشركات المدمجة وأي إجراءات قانونية أخرى كما وافق مزلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجزيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبوظبي في 18-21-2021 وتم إحالة مشروع القانون إلى مزلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 بند أولاً واثمانين من الدستور كما وافق مزلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ مليار دينار إلى وزارة الداخلية بحسب الآلية المنصوص عليها في قرار مزلس الوزراء 15 لسنة 2022 إلى قيادة قوات حرس الحدود لإنشاء معابر على الطريق الحدودي كما وافق مزلس الوزراء على تخويل سيد وزير الصناعة والمعادن صلاحية التفاوض والتوقيع على منحة تمويل مركز البحوث والرعاية الطبية في جامعة الموصل لصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 10 ملايين يورو المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية استنادا إلى مادة 6 من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 بحسب طلب وزارة المالية كما تمت الموافقة على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد 30 نوع إصعاف سنة الصنع 2022 والبالغ قدرها 60 مليون دينار المهداد من جمهورية الصين الشعبية إلى وزارة الهجرة والمهجرين المخصصة إلى مخيمات النازحين من الأجور المبينة في قرار مجلس الوزراء 68 و237 لسنة 2016 استنادا إلى أحكام مادة 46 من قانون إدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 كما وافق مجلس الوزراء على إقرار التوصيات المتعلقة بالتعرفة القوميركية ويعادت العمل بقرار مجلس الوزراء 186 لسنة 2018 وتعديل بعض فقراته شكرا ززيلا شكرا ززيلا